مرحبا بكم أنا جرير دبابني ونبدأ معكم الحر الليلة وفي العناوين سجال روسي إسرائيلي بعد غارات عنيفة على ريف دمشق ونتنياهو يؤكد أن الانسحاب الأمريكي لن يؤثر في سياساته فهل تواصل تل أبي باستهداف الوجود الإيراني في سوريا؟ القصة الثانية في الحر الليلة من السودان وفيها هدوء حذر في مختلف المدن وحزب المؤتمر الشعبي يهدد بالانسحاب من الحكومة حال استمرار المؤتمر الوطني الحاكم في نهج التفرد بالسلطة وقصتنا الثالثة من طهران وفي تفاصيلها إيران تدخل على خط الأزمة الأفغانية وتعلن عن محادثات تجريها مع طالبان فما الذي تخطط له السلطات الإيرانية؟ وفي أخبار الحر الليلة معكم ميرا القص اللجنة العسكرية المشتركة في اليمن برئاسة الأمم المتحدة تعقد اليوم أول اجتماعاتها للإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة المعارضة السورية المسلحة المدعومة من أنقرة تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدود منبج استعدادا لهجوم مرتقب على المدينة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعددا من قيادات الإخوان في القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية إلى أواخر يناير المقبل وذلك بعد الاستماع لشهادة الرئيس الأسبق محمد حصني مبارك عشرات الأردنيين ينفذون وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في العاصمة عمان رفضا لقانون العفو العام بصيغته الحالية التي أرسلتها الحكومة إلى نوابه الهدوء الحذر يخيم على مدينة القصرين التونسية التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين خارجوا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية التي دفعت شابا إلى الانتحار أهلا بكم مجددا نقلب على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات البداية ستكون من تداعيات الغارات الإسرائيلية على ريف دمشق بالأمس والتي اعتبرت الأعنف منذ فترة إذ قالت وزارة الدفاع الروسية أن الهجوم الإسرائيلي على سوريا عرض طائرتين مدنيتين للخطر المباشر أمر رفضته إسرائيل ضمنيا من خلال تصريحات لرئيس وزرائها بن يمين نتنياهو والذي أكد أن سياسات بلاده في سوريا لن تتغير على الرغم من الانسحاب الأمريكي وقال نتنياهو إن الخطوط الحمر التي رسمتها إسرائيل في سوريا وفي كل مكان آخر ستبقى كما هي نحن غير مستعدين لقبول التواجد العسكري الإيراني في سوريا الموجه ضدنا وسوف نواجه هذا التواجد بقوة وباستمرار بما في ذلك في المرحلة الحالية لقد قلت أننا لن يوقفنا أحد في فعل ما هو ضروري ونحن مدعوون للعمل قرار رئيس ترامب بسحب الجنود الأمريكيين من سوريا لن يغير سياستنا فنحن ملتزمون بثبات بخطوطنا الحمراء في سوريا وفي كل مكان إذن غارات إسرائيلية على مواقع في غوطة دمشق الغربية تتمركز بعضها أو في بعض ذلك المناطق ميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني أيضا بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن مقاتلات من طراز F-16 حلقت في الأجواء اللبنانية وأطلقت عدة صواريخ على ريف دمشق الليلة الماضية استهدفت موقعا قرب الحدود اللبنانية يتبع لميليشيا حزب الله في قرية دير العشائر وذلك للمرة الثانية خلال أقل من شهر المصادر تحدثت عن أن الغارات الإسرائيلية هي الأوسع نطاقا منذ إسقاط الطائرة الروسية طالت مبنى في قيادة اللواء 94 دفاع جوي ومدرسة المخابرات في الديماس طال القصف مجددا مستودعة الصواريخ في مركز البحوث العلمية في جمرايا أيضا ومبنى على قرب من معامل الدفاع في تل منين يتخذ منه ضباط وخبراء إيرانيون مقرا لهم في المقابل أطلقت المضادات الأرضية السورية عشرات القذائف وقالت مصادر أنها اعترضت عددا من الصواريخ الإسرائيلية غير أن صحيفة نيوزويك الأمريكية نسبت إلى مصدر في البنتاجون أن الغارة الإسرائيلية استهدفت قادة كبار في حزب الله كانوا في طريقهم وتحديدا في طائرة تقلهم إلى طهران وأن عددا منهم أصيب اتهامات متبادلة بين سوريا وإسرائيل بمسؤولية بدء الاعتداء وأطلاق الصواريخ وكالة الأنباء السورية أعلنت أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها واقتصرت الخسائر على مخزن للذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجراح في الجهة الأخرى قال الجيش الإسرائيلي أن نظامه الدفاعي تصدى لصاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا دون الإبلاغ عن أي خسائر واستهدف القصف الإسرائيلي مخازن أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية قرب دمشق في الدماس والكسوى وجمرايا والقصف ليس الأول من نوعه فسبق لإسرائيل وأن استهدفت منشآت عسكرية للنظام السوري وحلفائه في هذه المناطق القصف يأتي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب قواته من سوريا وهو ما أثار حفيظة الكثيرين في أنه سيسمح لإيران إقامة ممر بري تصل من خلاله إلى المتوسط عن طريق العراق سوريا ولبنان إعلان روسيا في وقت سابق تعزيز الدفاعات الجوية السورية عبر نشر بطاريات صواريخ S-300 وخلو المجال لإيران بانسحاب القوات الأمريكية يخشى الإسرائيليون أن يحول سوريا مسرحا إيرانيا تستخدمه في عمليات مستقبلية ضد إسرائيل ينضم إلينا من تل أبيب رأوفين باركو العقيد المتقاعد من الجيش الإسرائيلي والخبير في شؤون الاستراتيجية أهلا بك ومن موسكو ليونيد سوكيانين الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية ومن باريس خطار أبو دياب أستاذ العلاقات الدولية أهلا بكم ضيوفي الكرام أستاذ رأوفين أبدأ معك هذا الحوار لربما الأسئلة التقليدية حول أي عملية عسكرية ما الذي كانت تستهدفه بالفعل إسرائيل وسبب التوقيت السؤالين بسيطين التوقيت لهذه الغزوة المنصوبة لإسرائيل طبعا هي مجرد وجود التهديد على الأرض وهو استمرار لسياسة مستمرة إيرانية للامتداد إلى داخل سوريا وتنصيب أكثر عدد من ميليشيات الحد الشعبي وكل ما ينبثك عن القوات العسكرية تبع الحرث الثوري تبعها وتزويد حزب الله بصواريخ بأزات رؤوس دقيقة جدا من شأنها أن تصيب أهداف في إسرائيل وقد أعلنت إيران ميرانا وتكرارا أن نيتها وتهيئة لإبادة إسرائيل وشتبها عن الخريطة ولذلك من حين إلى آخر من حق إسرائيل أن تقوم مثل ما التزم به رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تقوم بكل خطوة التي من شأنها أن تخلي هذه الخطوة من الخارطة هم يريدون شكبنا ونحن نشتب وجودهم من ضمن الخطوط الحمغاء في سوريا من أجل منع هذا التطور بطبيعة الأمر كد حس ممكن الإيرانيون أن الباب نفتح على مصرعيه عندما أعلن ترامب عن انسحاب قواته ولكن من ناحية إسرائيل هذا لا يغير شيئا بالنسبة لنا الهدف الإيراني في سوريا يعني أهدف مشروع خاصة ونرى كل يوم كيف يكتشف جيش الدفاع الإسرائيلي الأنفاق التي يحفروها حزب الله تحت مظلة روسية وهم يعلمون كل ما يجري في الخلبة هم يخلون بكرارات الأمة المتاخدة ويتخذون خطوات ضد إسرائيل تحت المظلة الإيرانية ومن حقنا أن نقوم بخطوات لمانع ذلك وجملة أخيرة لو سمحت الروسي يهتم بأهدافه الامتدادية في الشرق الأوسط نحن نهتم في سلامة سكاننا في دولة إسرائيل هذا هو فرق إخلاقي عظيم تمام أستاذ ليونيد من الواضح جدا من التصعيد الروسي للرد بعدما قامت به إسرائيل من هجمة أمس يعني واضح جدا أن الموضوع ليس مشروع على هذا ما تراه إسرائيل أو عفوا روسيا طبعا يعني مثل هذا الغارات تكرر خلال الأجهر بل سنوات الأخيرة وهي ليست بالإستثنائية أو شيئا من المستجدات مثل هذا الغارات الإسرائيلية على الأهداف في الأراضي السورية الأهداف التابعة للتشكلات الإيرانية بالنسبة لروسيا فأنا لا أعتقد أن مثل هذه التشكلات تكون بنشاطتها التي تهدد المصالح الكومي الإسرائيل تحت المظلة الروسية روسيا لا تعتقد أي مظلة لهذه التشكلات أو الميليشيات الإيرانية لروسيا مصالحها الخاصة في الأراضي السورية أما بالنسبة للعلاقات بين إيران وبين إسرائيل فهذا يجب أن يخص الجانبين إيران وإسرائيل لكل واحد لدولتين ما يبرر موقفها أنا أعتقد أنه ليس للإيران القيام بقية النشاطات التي تهدد المصالح الكومي لإسرائيل ولكن ليس الإسرائيل أي حق شرعي للقيام بالغراطة على الأراضي لدولة المجاورة ذات السيادة ولكن للأسف الشديد العالم الحالي لا تصده قوة القانون ولكن يصده قانون القوة أما بالنسبة لروسيا فهي تنطلق وتتمسك بمصالحها هي تتعاون مع دغوة إسرائيل وكذلك مع إيران وتحاول أن تبقى مثل هذه المباجهات وصراعات ونزاعات بين إسرائيل وبين الإيران في نطاق مكبولة لكي لا تهدد المصالح روسية قبل كل شيء وكذلك الأودع الأمنية في هذا الإقليم ولكن تبعا مثل هذه التبادل مثل هذا الغراط وغيرها تبعا أمر غير تبيعي ومن الأفضل استبعاد مثل هذا الغراط ولكن يجب التغيير لو دعا بالشكل نعم في سوريا قبل كل شيء وبنسبة لإيران بدلا من الاتهام الطرف الآخر يجب التفكير كيف التدبيع لعلاقات بين إيران وبين إسرائيل كل دولة تتهم الدولة الأخرى ولا تتغذعية الخطوات لرفع العية الأهزمات والخلافات بينهما بل تراهن على الكوة إسرائيل تراهن على الكوة والإيران كذلك تراهن على الكوة تمام تمام أستاذ قطار أود أن أسمع منك أيضا تحليلك بشكل سريع إذا سمحت لي هذه الضربة كسابقاتها أم أنها تخلط الأوراق هذه المرة أولا أحييكم وأحيي فريق العمل والمحاورين الإيران نعم للوهلة الأولى تبدو كأنها ضربة في سلسلة ضربات منذ 2012 لمكاومة الوجود الإيراني وأيضا نقل السلاح إلى حزب الله أو تواجد حزب الله ولكن بالنسبة لي هذه عملية كبرى بعد الذي جرى في سبتمبر الماضي من إسقاط الطائرة الروسية وإرسال الأس 300 ظلت موسكو أن بإمكانها هكذا أن تمنع إسرائيل من ممارسة هذه الغارات وكان هناك وفود إسرائيلية في موسكو يبدو أن هناك تفاهمات حصلت لكن ليست بالكاملة وأتت هذه الإشارة الإسرائيلية لتقول أن مقتضيات الأمن حتى مع انسحاب ترامب لها الأولوية وبالفعل الآن روسيا في موقف صعب لأنه ضمن الخضور الأمريكي كانت روسيا ترعى التقاطعات كما كان يقول الزميل من موسكو مع إيران كحليف استراتيجي شكل قوات برية للطيران الروسي على الأرض ومع تركيا التي من بعد اشتباك معها عادت فاستوعبتها وأيضا مع إسرائيل بتلبية مصالحها الأمنية الآن كان ذلك تحت العين الساهرة الأمريكية العين الساهرة الأمريكية تذهب ولذلك هذه القوى الإقليمية ستصفح حساباتها بالنسبة لإسرائيل هناك انتخابات مبكرة هناك وضع حصل في غزة هناك أنفاق اكتشفت في جنوب لبنان هناك إذن بالنسبة لها نوع من تحدي حتى لا تكون خارج ترتيب الأوضاع في الخريطة السورية التي تعني أمنها الاستراتيجي المسألة نعم في مسألة استعمال القوة حتى لا أكون منحازا ليست إسرائيل التي تذهب إلى بحر قزوين أو إلى الخليج من أجل بناء قواعد هي إيران التي تأتي من هناك بالقرب من إسرائيل أو لتأتي لتتمركز في لبنان وللتسيطر على العالم العربي هذا هو الواقع وعلى روسيا أن تستوعب هذا الواقع إذا كانت أن تريد أن تكون قوة إيجابية أي أن تحب من الوجود الإيراني الحظ الكبير في المنطقة أن تلعب روسيا هذا الدور الإيجابي بالحب من الوجود الإيراني ويترك سوريا فعلا تحت قيادة سورية مستقلة ومن دون ذلك نعم نحن أمام دورة عنف ستحتدم تمام تمام أستاذ رعوفين أعود لك ما الذي تتحدث عنه يعني كيف تدافع إسرائيل عن نفسها كما يقول أستاذ ليونيد ويعني قبل استعراض القوة لماذا لا تفكرون بتطبيع العلاقات مع إيران كما يقول أستاذ ليونيد هذا هو الطرح المنطقي من وجهة نظره وما تقومون به تحت شعار الدفاع عن الأمن القومي الإسرائيلي هو غير منطقي بالنسبة لروسيا وروسيا لا تعطي غطاء لأي أحد على الحدود الإسرائيلية لاستهداف إسرائيل هذا كله من نسج خيالك أستاذ رعوفين سؤال متروخ لي تضل نعم إذن المعادلة اللي حضرتك عارتها غير دقيقة أنا نقلتها لك لأن إيران مثل ما إيران الهدف الرئيسي منها هو استعمال إسرائيل كذريعة كحجية للاستلاء على الشرق الأوسط بكميله عبر كماشة استراتيجية هي الكماشة لها ذراعين الذراع الذي يمتد من تهران عبر بغداد عبر دماثك وانتهاءا في بيروت نزولا إلى إسرائيل ومصر وإلى آخر والزراع زراع الكماشة الجنوبي هو عبر هورموز عبر دول الخليج السعودية وشمال بغية التقاء القماشة في آخر المطاف من لا يرى هذه الصورة فهو يعني يوهم نفسه فالمسألة هي مش تتبيل علاقة بيننا وبين إيران نحن بعد أن إيران ألوف المئات وألوف الكيلومترات ليس لنا فيها لا بكرة ولا جمال ولا ناكا فلماذا هذا الاستهداف من إيران التي تقول على الملاع أنها تريد إبادة دولة إسرائيل وتهيئ لذلك عندما تبعث الصواريخ والزخيرة وكل قوتها عبر المعابر البرية والجوية بغية الحصول على هذا في المنشود وتريد أن تطور سلاح نووي يعني بغية الامتداد يعني من خلال فكرتهم المهدية تجاه الغرب نفسه ومن لا يفهم ذلك يريد أن إسرائيل وإيران يتفاهموا ويتم تتبيه هذا سذاجة بكل معنى الكلمة ومن المطلوب أن روسيا تفهم أنه مع كل احترام لإسرائيل ولا التنسيك مع روسيا عليها أن تدر بالها أن إيران خطورة ليس فقط لإسرائيل بل الدول العربية السنية ككل وعليها لذلك أن تعمل خطوات لمنع حدوث ذلك تمام أستاذ ليونيد سمعت مقاله أستاذ رؤوفين وما تطرحه حسب وصفيه هو سذاجة كيف يمكن أن تطبع العلاقة ما بين إسرائيل وإيران يا رجل هذا ليس منطقي يجب أن نركز على تسمية المصطلح تدبيع يجب أن تكون هناك مصالحة تقع في مصالحة ما بين إسرائيل وإيران منطقي هذا الطرح لا شك أنه طالما بقد هناك مثل هذا الخلافات وتصوير الأحادي الطرف من إسرائيل لسياسة الإيران والتصوير الإيراني الأحادي طرف لسياسة إسرائيل نحن سنبقى بهذه الصورة للأبد إذا كانت الزميلة المحترمة المشارك في هذا الحوار من إسرائيل يصور لسياسة التهران كما تقدم به فيمكن القول أن الإسرائيل بالمقابل تراهن على ملاي ردتها على كل دول الجوار وهي تنطلق من حقها في أن تكون هي مصيبة في كل شيء وكل دول الأخرى مخطئ في كل شيء هذا كذلك غير مقبول طبعا شيء تبيعي ديبلوماسية دائما مالية مثل هذا الأسلوب وعلى هذا الأساس ليس هناك ما يشير إلى أي تغييرات في هذا المجال ولكن يمكن أن يجب أن نستبعد محاولة تحميل أي مسؤولية إلى روسيا لتتحمل أي مسؤولية على هذه الأزمة إذن لماذا تطرح نفسها لربما هي التي تقوم باستقرار أو الحفاظ على استقرار الوضع في سوريا ذكر لك أستاذ خطار أبو دياب أيضا قبل قليل بأن إيران التي قدمت لربما ألاف الكيلومترات إلى الأراضي السورية اقتربا من إسرائيل ولم تتحرك إسرائيل باتجاه أنا لا أدافع أيضا أخذ ما قاله أو بالنبرة التي قالها أيضا أستاذ خطار أستاذ خطار ما رأيك بين هذه الموازنة التي يتحدث فيها أو هذه النقطة الخلافية تحديدا التي يتحدث فيها ضيفين الكريمين قبل أن نعود إلى أستاذ رأوفين لأنه أكيد أستاذ رأوفين عند رد تفضل دكتور خطار صديق العزيز هناك دوما فرق في السياسة ما بين المصالح المشروعة والمصالح غير المشروعة يمكن أن نفهم طموحات إيران في الأقليم كما نفهم طموحات إسرائيل وغيرها لكن هذه الطموحات تتوقف عند حدود معينة بالفعل المشروع الإيراني الآن لا يريد أن يتوقف عند حدود معينة وهو عنده إحساس بأن ما جرى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان أفسح له ذاك المجال والآن هناك امتحان بالنسبة لروسيا روسيا نعم حتى هذه الكماشة التي تكلم عنها الضيف من إسرائيل ليست بعيدة عن حدود مع روسيا علينا التنبه لذلك وأعرف جيدا في الجغرافية السياسية لم يكن دوما هناك هذا الوئام ما بين في آسيا ما بين روسيا وإيران الأهم الآن أنه بالنسبة لسوريا وحتى لا ترتكب بالروسيا في سوريا ما ارتكبت الولايات المتحدة في العراق أي منذ 2003 حتى اليوم العراق غير مطبع وغير مستقر هناك موجبات الموجبات إذا كانت تدعم الحكم السوري يجب على هذا الحكم السوري أن يتحرر من الواصل الإيراني وليس هناك من داعي الآن لبقاء قوات إيرانية أو رضيفة وكذلك الأمر يتوجب يوم من الأيام كما انصحبت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنسحب كل هذه القوة وأن يمهد لقيام حكم في سوريا وأظن هذا الحكم مع هذه الاطراز الحالي غير ممكن يعني من الناحية الواقعية على روسيا أن تقتنع أنه مع بشار الأسد بشار الأسد مرتبط بإيران ولذلك لا يمكن لها إلا أن تحاول القبول بحل سياسي أنا برأيي المخرج هو هنا ومن دون ذلك لأن سوريا نقطة وسط في الإقليم مهمة أما أن تعطى روسيا لإيران تحت العيون الروسية فهذا خطر على روسيا بحد ذاتها لن يسهل المهمة الروسية ولهذا هناك خيارات أخرى يجب أن تدرسها روسيا لإيجاد المخرج في سوريا تمام تفضل أستاذ رعوفين لديك رد على ما قاله أستاذ لا يونيد بالإضافة يعني إلى أن إسرائيل حتى من خلال الضربة الأخيرة كما تطرح الصحافة أنا أنقل لك فقط لم تتجرأ على اختراق الأجواء الإسرائيلية قامت بالقصف من الأجواء اللبنانية أيضا أستاذ رعوفين الأجواء سورية سيد الفاضل المفاجآت والقدرات الإسرائيلية يعني لا داعي أن نفصلها هنا نحن نعلم أنه في جيبة إسرائيل الكثير من المفاجآت الأسكرية لمن يعتدي عليها الإسرائيل ليس أي أهداف امتدادية مثل ما هو الأمر في موضوع إيران وحتى معلش سمحني بالقول لضيفنا الروسي للإمبراطورية الروسية التي تعيد الخطوات لإعادتها كبول كمشاشريك في الدول العظمى في هذه المعمورة لهم خطط أخرى نحن لا نتدخل في خطط الإمتداد التركية والإيرانية التركيا على فكرة تريد أن تعيد سلطنتها على العالم السني ولذلك هي تخالفت مع قطر ضد الدول العربية الأخرى مثل سعودية ومصر وكويت واتحاد الإمارات ونرى هنا النضال عظيم ما بين ثلاث مراكز كوة التي هي تركيا وإيران وسوريا ولكل منها الثلاث هناك نواية امتدادية خاصة بها وهذا يأتي بإدارة روسيا قصد يأتي بإدارة روسيا ولذلك قيادة روسيا مهمة لأن آخر المطاف عندما يصل الثلاث إلى نزع أو تقسيم الزثة السورية سوف تدال سوريا في آخر المطاف مع عدو مبين وهو العدو الشيء الإيراني الذي لا يريد أن يشارك في الفروة مع الروس الشيوعيين سابقا ولا مع الأتراك الذين هم إخوانجية إخوان مسلمين على المذهب السوني هذه اللعبة قصيرة المدى على الأراضي السورية لن تنتهي أبدا بالخير ولذلك زعامة روسيا في هذا التوكيد بالذات مهمة جدا ونحن كإسرائيل لا نريد أن نتقاتل مع روسيا بل العكس نريد أن نتفاهم وننسك معهم ليس لنا أي أهداف مضدة للخطط الروسية لإعادة النزام الأسدي بغد نظر عن جرائمه وهدم سوريا وقتل منائم فيها نريد الاستقرار في المنطقة والوحيد الذي بكدراته أن يعيد النظر والهدوء إلى المنطقة هي روسيا وإن كانت هذه رغبة روسيا ربما أيضا كما تقول أستاذ ليونيد لما عززت القدرة العسكرية للجيش السوري بالصواريخ سواريخ 300 كيف ترد على ما يطرحه أستاذ رؤوفين أستاذ ليونيد تفضل السؤال المتروح لي نعم أستاذ ليونيد تفضل طيب طيب بالنسبة لي الأنظمة دفاعية نعم روسيا قد زودت نظام السوري بهذه الأصلحة الحديثة ولكن هناك بعض الشروط لإستعمالها قبل كل شيء روسيا تنطلق من مصالحها إذا كان هناك أي تهديد للمراكز والأهداف الروسية في الأراضي السورية فستستعمل هذه الأنظمة الدفاعية بهذا الشرط فقط بهذا الشرط ليست أن كل الغرات كل الهجوم كل الاشتباكات العسكرية يمكن أن تسبب باستعمال أو استخدام هذه الأنظمة الدفاعية روسيا تنطلق من حماية مصالحها هذا أولا شيء الثاني بالنسبة للمناقشات الخاصة بالنسبة للدورة روسية يمكن هناك ما يسبب توجيه السؤال بالنسبة للدورة الروسية في تدبيع الأوضاع في سوريا والدورة في تخفيض الأزمة والمواجهات بين إسرائيل وبين الإيران نعم هذا هناك أكثر مما يبرل مثل هذا المناقش ولكن فين الولايات المتحدة الأمريكية لماذا لا نناقش الدورة الأمريكية التي نناقشته وانسحب كانت تطالب روسيا بخروج الولايات المتحدة وانسحبت الولايات المتحدة يعني اليوم لم يبقى أحد لتعلق عليه روسيا لربما أنا أنقل لك أيضا من الصحافة أو كرر مع خروج الولايات المتحدة لم يبقى أحد لتعلق عليه روسيا لربما الأخطاء المقبلة انسح التعبير وهذا ما ترح الصحافة إذا سمحت لأستاذ ليونيد بقى دقيقتين أود أن أعطيهم لأستاذ خطار أبو ديال لازم يكون هذا سابق للانسحاب الكوات الأخرى قد تكون هذه نقطة أخرى أيضا جديرة بالاهتمام تفضل دكتور خطار نعم أنا أعتقد هذه فرصة الآن لإعادة ترتيب الأوراق في سوريا حتى يكون هناك نوع من توازن معقول يعيد بناء الدولة السورية على أسس صحيحة على أساس حل واقع عادل يضمن المصالح الأمنية الأطراف ولا يضمن بقاء كوات تركية أو إيرانية أو أي كوات غريبة على الأرض السورية تمام تعليقك بشكل سريع أستاذ رعوفين في أقل من دقيقة كان لديك نقطة لتقولها تفضل الصورة واضحة جدا كما أكدت ميران تكران حتى يعني بنسبة سؤالك الحسن عن الانسحاب الأمريكي كان لازم يكون هذا كدوة للآخرين إذا انسحبت أمريكا ليتفضلوا الآخرين بالانسحاب وآخر واحد ينسحب ليكون روسيا عشان يتم الاستقرار لكن ماذا تقوم به إيران وهل لا يفهم أو لا أن إيران تشكل خطر على استقرار المنطقة بكاملها هذا والسؤال لازم يكون له جواب شكرا لك من تل أبي براوفين باركو العقيد المتقاعد من الجيش الإسرائيلي والخبير في شؤون الاستراتيجية وشكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة والانضمام إلينا من موسكو ليونيد سيوكانينا الخبير في شؤون السياسية والاستراتيجية وشكرا جزيلا لك أيضا من باريس دكتور خطر بدياب أستاذ العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك موسيقى هذه هي ميرا القاس والوقفة الأخبارية الأولى في الحر الليلة مرحبا ميرا نعم جرير أهلا بك إذن مشاهدين ستتابعون بعد الفاصل الهدوء الحذر الذي يخيم على مدينة القصرين التونسية بعد مواجهات إثر انتحار صحفي حرقا موسيقى أهلا بكم من جديد بدأت قوات معارضة سورية مدعومة من أنقرة بالانتشار على عدة نقاط حدودية بالقرب من مدينة منبج التي تسيطر عليها القوات الكردية يأتي ذلك في وقت توجهت فيه قوات الحكومة السورية إلى المدينة نفسها عبر تنصيق مع مجلس منبج العسكرية ساعة الصفر بدأت تقترب على ما يبدو لهجوم قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا على مدينة منبج التي تسيطر عليها القوات الكردية وذلك في ظل وصول تعزيزات عسكرية إلى المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا نحن صرنا بحدود الشهر رفعين جاهزية للفرقة التاسعة اليوم قبنا بجمنا العناصر بس من العناصر لتعزيز أحد الجبهات على نقاط البيكيكي والبيوغيدي والحمد لله رب العالمين الجاهزية كويسة كانت للشباب ووفقا لتصريحات التي خرجت عن هذه الفصائل فإن لديها ما يكفي من العتاد العسكري والبشرية لخوض معركتها المقبلة في منبج طبعا تعزيزات هاي مثل ما قلت لك هي تعزيزات مستمرة بتحريك القوات عام نحرك نحن نحاول تكون كل القوات جاهزة حتى لحظة ساعة الصفر أكيد القواتنا ستكون مجهزة بأسلحة خفيفة ورشاشات متوسطة ورشاشات سقيلة والأسلحة منتشرة الحمد لله بكل القطة هذه الفصائل لم تقدم أي تصريحات واضحة حول موعد تحركها إلا أنها أكدت على جهوزيتها العالية للتعامل مع التطورات العسكرية المقبلة لتحضيراتنا اليوم هي متابعة لتعزيزاتنا اللي عم نرسلها للجبهات وللنقاط المحازي لمناطق منبج ان شاء الله طبعا بكل التعزيزات بكل الاتجاهات من كل فصائل الجيش الحر والجيش الوطني ونحن ان شاء الله جاهزين ومستنين هاي اللحظات بفارغ الصبر حتى تبدأ العملي هذه التحركات قابلتها تحركات مضادة من قبل القوات الحكومية السورية مدعومة بقوات روسية توجهت أيضا إلى مدينة منبج عبر تنصيق مع مجلس منبج العسكري وهو الأمر الذي ينبئ بمواجهات متعددة الأطراف على هذه النقطة الاستراتيجية في سوريا هذا وسنكرت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وقالت إلهام في مقابلة ضمن برنامج اليوم إن القرار جاء في توقيت غير مناسب تماما وفي ظل التهديد التركي باجتياح المنطقة القرار الذي صدر من قبل الرئيس الأمريكي سيد ترامب كلنا نتوقع بأن يحدث ذلك في يوم من الأيام لكن في هذه الظروف في الوقت الذي نتعرض فيها لهجوم تركي أو تهديدات تركية إصدار هكذا قرار بالطبع لم يكن بمحله ولم يعني بهذا الاتجاه لم نكن نتوقع بأن يتم اتخاذ هكذا قرار في هكذا الظروف وفي ردها على سؤال حول السيناريوهات المحتملة لتعويض الانسحاب الأمريكي من سوريا قالت إلهام إن قوات سوريا الديمقراطية ستعتمد على نفسها مؤكدة أن مشاورات البحث عن شركاء حقيقيين على الأرض ما زالت مستمرة ودعت إلهام الدول الأوروبية إلى إبداء موقف واضح من القرار الأمريكي فيما يخص مسألة المعخص عن حلفاء جدد نأمل بأن يكون المجتمع الدولي خاصة الدول الأوروبية التي لا تزال تتعرض لخطر الإرهاب في بلدانها والإرهاب الذي تم تصديره من دول خارجية إلى سوريا نأمل بأن يبدو نأمل بأن يكون طبيعاً وواضحاً في اتجاه القرار الذي صدر من قبل الرئيس الأمريكي في موضوع آخر يسود الهدوء الحذر مدينة القصرين التونسية التي شهدت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين خرجوا للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دفعت شاباً إلى الانتحار كاميرا الحرة انتقلت إلى مقر سكان عائلة الضحية عبد الرزاق الزرقي ورصدت الأوضاع الصعبة في الأحياء الفقيرة في المدينة في هذا المنزل الذي يتوسط حي النور أفقر أحياء محافظة القصرين ولد ونشأ عبد الرزاق الزرقي المصور الصحفي الذي أحرق نفسه ليغضب له أبناء مدينته وعائلته هو مات على جيل بلاده على جيل القصرين على جيل الشباب أصحابه وكل الناس مهمشة ضاعة لخدم لحد شيء الذي يحرق يحرق والذي يشعل روح يشعل والذي يموت نحن نحسره يعني هو كلمة خيب يقولها نحسره مناش توينسة أما لغالب نحن توينسة دبنا ذاك أما لغالب يعني هذا الشيء خلونا نشعره به قال لي نحن مناش توينسة جملة أرزوك أنا روح شيري أرزوك رو يكلمني لأربع متاع الصباح أروا يجيني بدي فضفظ لي ويبكي أروا عنده برشة مشاكل من شكون من الدولة ومن طريق طولولة الناس كنت فهمها دي أراه القاضي ظلموا اسمعوها القاضي ظلموا لأوين قد ظلموه المئة من سكان مدينة القصرين شيعوا عبد الرزال الله أكبر قبل أن تتجدد المواجهات بين الشرطة وعشرة الشبان المحتجين في حيي النور والزهور احتجاجات يرجعها الشبان الغذبون إلى ما يعيشونه من فقر وتهميش وبطالة تلك الأسباب التي دفعت ابن مدينتهم إلى الانتحار وفق قولهم نحن محتاجين اليوم خاطر طهدنا من الحكومة دمرنا صاحبي ما عادش عنا حد شيء هذه الحل خريني باش شعلوها نحن الدولة ما حابتش تعطينا حد شيء ما عنا حد شيء لعداد دمرت بعد تخدم رايحة النساوين تتولي كما تعمل الشباب نعملنا منهم نال أو لا خرجوا لي الزرايراني ما كانش نحرقه منه لكل تصاعد الاحتقان على إثر وقاعة الانتحار ضعف منسوب الغضب في أحياء تعد من أهم مناطق الاحتجاج الساخنة منذ أحداث ثورة يناير أحياء فقيرة متاخمة لجبال تتمركز فيها المجموعات الإرهابية المسلحة وهو ما يمثل تحدي كبير لأجهزة الأمن التي تحاول جاهدة تطويق رقعة الاحتجاجات قبل أن يعيد التاريخ نفسه على شاكلة ما حدث ذات يناير قبل ثمان سنوات غضب واحتقان في هذا الحي الذي نشأ وتربى فيه عبد الرزاق عبد الرزاق الذي أصبح وفق أبناء حيه رمزا لضحايا الفقر والتهميش والبطالة توفيق العيشي الحرة وحافظة القسرين تونس الحرة ليلى مستمرة ويتابع معكم جرير الملف الثاني وسيكون عن السودان وتهديد حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الحكومة على خلقية التظاهرات والاحتجاجات الحاصلة حاليا تشهد العاصمة السودانية الخرطوم وغيرها من الولايات هدوءا حذرا في أعقاب اندلاع تظاهرات كبيرة عمت مدنا مختلفة في البلاد لا يزال منتسب لجنة الأطباء المركزية التابعة على المعارضة يواصلون إضرابهم عن العمل في المستشفيات ويأتي هذا في وقت دعا حزب المؤتمر الشعبي أحد أبرز الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى مؤتمر صحفي بهدف إعلان موقفه من تطورات الشارع وتعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين ما أدى إلى سقوط ضحايا في غضون ذلك هدد حزب المؤتمر الشعبي بمراجعة موقفه من المشاركة في الحكومة إذا استمر حزب المؤتمر الوطني الحاكم باتباع نهج الانفراد بالسلطة وعدم الالتزام بنتائج مؤتمر الحوار الوطني قال أدريس سليمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحفي عقده بمقر الحزب في الخرطوم إن أكثر من سبعين في المئة من توصيات الحوار الوطني بشأن معالجة الأزمة الاقتصادية لم ترى النور وأضاف أن من أسباب استفحال المشكلة من وصفهم بجماعة المصالح والفساد مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية تكونت كارتلات للقمح والوقود وغيره ولا بد من محاربتها على حد تعبيره ماذا يكون هناك قتل السوداني؟ نحن نرفض القتل نرفض استعمال العنف نحن مع حق المواطن السوداني في أي موقع من مواقع السودان في أي ولاية من الولايات السودان في أي مدينة من مدن السودان أن يعبر عن نفسه بالتظاهر وبغير التظاهر من وسائل هذا حق مشروع حق ينبغي أن يكون مكفول حق دستوري حق توافقت عليه كل الإنسانية في مثال حقوق الإنسان وإعلان حقوق الإنسان العالمي فهذا حقيقة ومبدأ نريد أن نقرر بوضوح ولذا يا أخواننا نحن ندين كما قلت للعنف ندين القتل ونطالب الحكومة بأن تجري التحقيقا دم أي فرد من أفرد الشعب السوداني دم بالنسبة لنا مقدس ينبقي أن لا يسفد ونطالب بإطلاق كل المعتقلين في هذه المظاهرات ينضم إلينا من شيكاغو الكاتب والباحث السوداني فتحي الضو أهلا بك ومن الخرطوم عبر سكايب عوض فلسطيني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أهلا بكم معنا في الحرة ليلة أستاذ فتحي أرحب بك وشكرا لتلبية التعوى كيف تصف ما يجري في السودان الآن كيف تصف حراك هؤلاء الخونة والمرتزقين بين قوسين بحسب تسمية الرئيس السوداني شكرا جزيلا والتحية للحرة وهي تتابع مأساة الشعب السوداني والحقيقة ما يجري في السودان حاليا البعض يريد أن يختزي له إلى ثورة جياء وإلى ما هذه الأوصاف لكنها هي في الأساس هي أزمة سياسية وغبل أن تكون أزمة سياسية هي أزمة أخلاقية فالذي يجري في السودان الآن لا يمكن أن يسكد عليه الضمير الإنساني القتل بدم بارد لأفراد الشعب السوداني فلذلك هذه الانتفاضة أو هذه الثورة هي ثورة الكرامة السودانية وليست لها أي توصيفات أخرى في تقديري وطالما هي كذلك فلن تتوقف مثل ما جاء في تغريركم الذي يحترمه أن هناك هدوء حذر لكن في الواقع ليس هناك هدوء فهذه الثورة التي اندلعت في أكثر من 28 مدينة في السودان يقدم بها الشعب السوداني عبقريته الثالثة إضافة لما حدث في 64 وحدث في 85 فلذلك في التغرير لفت انتباهي في التغرير لتغرير الذي يتحدث عن المؤتمر الشعبي أن المؤتمر الشعبي يدين القتل وهو بصدد تقييم موقفه للانسحاب من الحكومة أنا لا أدري ماذا يعني ذلك هو نوع من الاستخفاف في تغديري لأن المؤساة التي تجري حاليا لا تحتاج إلى تغييم القتل يجري في شوارع القرط وفي المدن الأخرى فهذا لا تحتاج إلى تغييم وهذا إذا لم نقول أن المؤتمر الشعبي هو مشارك أساسي في هذه المأساة نحن لسنا بذوي ذاكرة ضعيفة ولكن لا نريد أن نجري في الحديث فكلهم في الهم يشرقون يا سيدي كلهم في الهم يشرقون تمام أستاذ عوض أرحب بك هل حزب المؤتمر الشعبي جزء مما يجري هل حزب المؤتمر الشعبي أقنع السودانيين عندما دخل الحكومة حتى يقنعهم اليوم بأنه قد يخرج ويكون لذلك تأثير وهل بالفعل يجب الانتظار حتى اتخاذ هكذا قرار بعد رؤية ما يجري في الشارع شكرا لك أخي الكريم وشكرا لك في شيكاك حقيقة ما تفضلت به من حديث موقف المؤتمر الشعبي ظل موقف سابت تجاه كثير من الغضايا التي تجري في الساحة السياسية وتعلم تماما أن المؤتمر الشعبي اتخذ المشاركة في هذه الحكومة بعد الحوار الوطني وقد ناقش هذا الأمر في اجتماع شهير استمر لأكثر من 17 ساعة اتخذ بعدها مؤسسات المؤتمر الشعبي في نتشارك في هذا النظام اليوم نحن وفق مخرجات الحوار التي تواثغنا عليها مع كافة القوى السياسية التي شاركت في الحوار ملزمين داخل هذه الحكومة بكل ما يجري في البلاد وبالتالي موقفنا السابت تجاه هذه الغضية اليوم نحن نحن نحدث عن أن حق التعبير وحق التظاهر هو حق مكفول بالقانون لكل شعب السفداني طيب طيب هل لماذا لا ينسح بالحزب الآن ألا يستدعي ما يجري في الشارع الابتعاد عن الخطاب والقيام بالفعل مباشرة والانسحاب إن كانت جديا أخي الكريم تعلم أن المؤتمر الشعبي لهم مؤسسات هي التي تغرر في شأنه وبالتالي المؤتمر الشعبي كحزب مؤسسي ومرتب لا تجروفه التيارات الأخرى لما هي تريد نحن لنا مؤسساتنا الكافية نتابع الآن عن كسب ونتحدث عن كل الفظايا التي تحصل الآن في السودان نحن نستنكر الغتل نستنكر المعاملة بالعنف للذين يخرجون نستثبت حقهم الدستوري في أنهم يتظاهرون كيف ما شاءوا متى ما شاءوا أين ما شاءوا هذه الحقوق مكفولة نتحدث أيضا مع النظام الآن مع الحكومة الموجودة فإنها لا تمارس العنف على المتظاهرين أننا ضد الغتل نحن ضد الحبس وطالبنا بحماية هذه المظاهرات بحكمة الحقوق وبالتالي كون أننا نتخذ موغف فإننا نكون نفرج من الحكومة أو خلافه هذه مسائل تغرها مؤسسات المؤتمر الشعبي وهي ليست خاضعة للعاطفة نحن الآن في المؤتمر الشعبي حزب أصير مشارك في هذه السلطة نتحمل ولنا حقيقة نصريحنا التي نتحدث والآن نطرح نحن طريق ثالث في الساحة السياسية ونحن أيضا مع التغيير لكن هذا التغيير كل يراه حسب ما يرى نحن نرى التغيير عبر تثبيت الحقوق الأساسية والتغيير عبر الضغط الفعلي على الحكومة في أن تلبي مطالب أستاذ فتحي أنت ترى الموضوع من جانب عاطفي يقول لك ضيفي الكريم من الخرطوم أستاذ عوض أنت ترى الموضوع بشكل عاطفي ليس هناك قرارات عاطفية لحزب المؤتمر الشعبي هناك مؤسسات وهناك لربما طريق ثالث يرسمونهم اليوم وأنت برأيك بالإضافة إلى أسمع منك رد على ما قاله أستاذ عوض هل هناك ما لا يعرفه كثيرون اليوم عن تأثير هذا الحراك في بنية النظام الحاكم هل أثر وأوجد صدعا فيه فعلا ولا يتم الحديث عنه أستاذ فتحي أولا حقيقة هناك نقطة هامة جدا كثير من المصالحات التي تجري في الواقع السوداني وتستخدم استخدام قاطع توحي بأن هذا النظام هو نظام شرعي وهو نظام دموقراطي يتحدثون عن الدستور ويتحدثون عن الانتخابات ويتحدثون عن أشياء لا قبل لها في ظل الأنظمة الدكتاتورية مثل النظام الحاكم في السودان فلذلك الحديث عن أن هذا النظام هو نظام شرعي هو حديث فاقد للمصداقية ويريد النظام وأزلام النظام أن يحب أن ذلك هو جزء من الواقع الذي ينبغي أن نقبل به على مدد وأنا في تقديري لا بد أن نرجع بهذه الأزمة لجزورة حزب المؤتمر الشعبي يتحدث عن أن مؤتمر الحوار وأن النظام لم يوفي بما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر وهذه الأشياء كلها حقيقة لا تمثل الواقع بصلة ينبغي لحزب المؤتمر الشعبي أن يتخذ موقفا جادا وحقيقيا بالانسحاب من هذه الحكومة وذلك لن يعفيه من الجرائم التي تمت في خلال هذه الفترة ولا الجرائم السابقة التي شهدها السودان في خلال الاتصال الشق الثاني من السؤال بالفعل العامة اليوم لا تعرف عن تأثير الحراك اليوم على بنية المنظومة الحاكمة هل تأثرت بالفعل؟ البنية الحاكمة بالفعل تأثرت لأن هذه المظاهرات كما قلت هي واحدة من عبغريات الشعب السوداني الحديث عن أن لم يتأثر النظام بهذه الثورية حقيقة هي ثورة وليست في تقديري ليست هي حراك أو انتفاضة كما يقولون دعم بنية النظام تأثرت بذلك وما تزال الأسباب التي أدت إلى اندلاع هذه الثورة قائمة وبالتالي لن يكون هناك توقف لهذه الثورة في الشارع السوداني طالما أسباب قيامها ما زالت موجودة تمام أستاذ عوض يعني تقولي هناك مؤسسات للحزب ويعني لن تنجرف إلى لن تنجرف إلى ما يريده الآخرون أود أن نقول لك يعني وأنت تعلم ذلك جيدا هناك مطالبات من الكوادر في داخل كوادر المؤتمر الشعبي تطالب أن يكون هناك موقف صريح لحزب المؤتمر الشعبي لا يجد هناك موقف صريح ونحن نتحدث عن الحزب من الداخل وهناك كثيرون ينظرون إلى الحزب حتى اليوم يا أستاذ عوض حتى في ظل ربما هذا التهديد بالخروج من الحكومة يعني ينظرون إليه بأنهم مجموعة من باحثين عن السلطة فقط وإلا أصلا لماذا شاركوا في الحكومة رغم ما حدث منذ يعني الواقع الشهيرة المفاصلة الشهيرة في التسعينيات أستاذ عوض أخي الكريم حزب المؤتمر الشعبي حزب يتبنى الحرية حق له للآخرين وبالتالي حزب يعمل يفق المؤسسات غيرات جريئة تتحدث عن الخروج كما ذكرت أخرى تتحدث عن الاستمرارية ليست بزيجدها لكن في النهاية تحتم هذا جدا للمؤسسات التنظيمية التي تمثل المؤتمر الشعبي إلى ماذا تميل أنت يا أستاذ عوض أنت تميل إلى الخروج أم إلى البقاء بكل بساطة أتحدثا عن المؤسسة متى مغررت مؤسسة المؤتمر الشعبي في أنها تخرج هي صاحبة الغرار وبالتالي أنا واحد مؤسسة قد يكون رأيي الشخصي ضد المشاركة أو مع المشاركة لكن يتبنى في النهاية الرأي التنظيمي داخل المؤسسة المعنية أي من الأعراء وبالتالي أنا ملزم بأنني على الأقل أغيّد بغرار المؤسسة التي أنتمي إليها وهذا أمر مفرق عنه يعني تمام واليوم أستاذ عوض أو أستاذ فتحي كيف ترى مثل هذا الرد اليوم ألا تعزز هذه الردود بعدم موجود مواقف صريحة ما تقوم به أو يقوم به أو تقوم به المنظومة الحاكمة في السودان من لربما إغال أكثر في القمع ووضع هذه التظاهرات على أساس أنها مجموعة من المرتزقة والخوانة فقط نعم الحديث يا سيدي الحديث عن أن المؤسسة والحوار وهذه المصالحات كما قلت هي تليغ بالأنظمة الديمقراطية النظام الحاكم الموجود في السودان نظام غير شرعي ظل نظام يعني يمارس ممارسات غمعية على مدى 29 عاما فلذلك يعني يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة يعني حتى كلمة حزبة أحيانا هي لا تنطبق على الواقع الذي نعيشه في السودان الآن نحن أمام حراك أمام ثورة شعبية عارمة في الشارع السوداني وينبغي للمجتمع الدولي أن يلتفت لما يجري في السودان الرئيس الذي يقف على سدة السلطة يعني ظل على مدى 29 عاما يقدم الإساءات تلو الإساءات لشعب السوداني والمعارضة لم تقدم شيء أيضا يا أستاذ فتحي حتى نكون واقعية المعارضة هي شارع السوداني الذي خرج الآن بصورة بالشكل السياسي بشكل السياسي نعم المعارضة لديها برامجة ولديها تصوراتها الخاصة أنا تحدث عن الشعب السوداني الذي خرج الآن لمواجهة هذا الظلم الذي استشرا في جسد الوطن النظام الموجود حاليا يعني يجب أن نسأل أنفسنا سؤالا موضوعيا لماذا لماذا اندلعت هذه الثورة في السودان أنا أعتقد بأنه هناك أسباب كثيرة جدا منها توقع الشعب السوداني للحرية والديمقراطية منها توقع الشعب السوداني للحروب التي عمت كل الأراضي السودانية منها توقع الشعب السوداني لأن يجد المكان اللائغ المستمر ولكنه دخل في حرب مع المنظومة الحاكمة يا أستاذ فتحي جهاز الأمن يقول أنه لم يقتل المتظاهرين قائد قوات الدعم السريع نفه والآخر ووجه لوم للحكومة إذن من الذي يقتل المتظاهرين سمعنا اتهامات سابقة بأن هناك إسرائيل وتقوم بإرسال وهناك من الموساد يعني أعطيني من يقوم بقتل المتظاهرين من الذي يرتدي أزيغ غير الكامل لقوات الأمن هناك للشرطة نعم نعم هناك مسألة واضحة جدا في أن النظام لديه عديد من الأجهزة الأمنية حاليا موجود في الشارع السوداني كما رصدت كثير من الذين في الداخل رصدوا هناك أشخاص يرتدون أزياء لا تليق بالشرطة بمعنى أنها ليست تزيل كامل للشرطة أنا حسب معلوماتي أيضا النظام استعان بأناس غير سودانيين لحماية الرئيس وهذا تجلى أمس في اللغاء الذي تم في الجزيرة هناك النظام استعان بأفراد غير سودانيين لحماية الرئيس والرئيس نفسه الذي ذهب إلى الجزيرة أمس ظل يرتدي أو كان واضحا أنه يرتدي سترة واقية ضد الرصاص فهذه يعني النظام لأنه يعني يعيش بالعقلية نعم شكرا أستاذ فتحي شكرا جزيلا لك من شيكاغو الكاتب والبحث السوداني فتحي الضو وإلى ربما ظلمت قليلا أيضا أستاذ عوض في هذا الحوار أعذرني جزيلا من الخرطوم عبر سكايب عوض فلسطيني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي شكرا جزيلا نهاية الساعة الأولى من الحر لحظات ونفتح معكم موضوعات الساعة الثانية والبداية بكتك ستكون إخبارية مع ميرا ولا ننسى لدينا ملف مهم جدا مصر ما الذي يجري اليوم ما بين مبارك ومرسي والقضاء هناك تفضلوا بالبقاء معنا ساعتنا الثانية من الحر الليلة نبدأها بأخر الأخبار والتطورات حيث عقدت اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة الأمم المتحدة والمكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار في الحديدة أول اجتماع لها اليوم في المدينة وقبيل الاجتماع دلعت اجتباكات في الحديدة بين القوات الموالية للحكومة والحسيين وسمعت في القسم الشرقي من المدينة أصوات طلقات مدفعية واشتباكات بالأسلحة الرشاشة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية ويسر وقف إطلاق النار الهش في محافظة الحديدة الذي تم التواصل إليه في محادثات سلام السويد هذا الشهر وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في الثمين عشر من الشهر الجاري ديسمبر ومن صنعاء ينضم إلينا مراسل الحرة مختار الشرفي أهلا بك مختار بداية نبدأ من أهمية هذا الاجتماع الذي نتحدث عنه نعم هذا هو الاجتماع الهام جدا الذي تأخر كثيرا أيضا بين الأطراف اليمنية التي جلست للمرة الأولى وجها لوجه من بعد اتفاق الحديدة في إطار الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق الذي تم التواصل إليه في ستوكون والذي عززه قرار جديد لمجلس الأمن بالتالي هذا اجتماع هام جدا المظل لا يجتمع الطرفان على مئدة واحدة ولكنه لم يعقبه أي اختراق لعملية الهدنة الهشة الحاصلة الآن في الحديدة ووقف اطلاق النار الهش وتبادل القصف المدفعي وأيضا بالرشاشات كانت تصعيد من يوم أمس وحات اليوم فيما يتعلق بالاشتباكات في مناطق بعيدة نسبيا عن مدينة الحديدة باتجاه جنوب الحديدة وتحديدا في مناطق دريهمي وحيس حيث لما يتم بعد نشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في هذه المنطقة باعتبارها منطقة بعيدة وأيضا هي المنطقة التالية لعملية الانسحاب التي ستعقب عملية الانسحاب من داخل المدينة وأيضا من أطرافها من قبل جميع الأطراف وإعادة انتشار هذه القوة وقد تزامنت أيضا مع اشتباكات كبيرة جدا هذه اللقاءات وهذا الاجتماع الجديد اشتزامن مع اشتباكات وقصف متبادل بالمدفعية والرشاشات وأيضا هناك تحركات واستحداثات يقول جماعة انصار الحوثيين من قبل قوات الرئيس هذه في محيط المدينة واستحداث متارس بالجرافات وأيضا كان هناك هجوم في منطقة حيس نعم ميرا نعم طيب مختار هذا الاجتماع هل شهد أي خلافات أي تباين حاد بالآراء ما بين جماعة الحكومة والحوثيين ليس لدينا معلومات عن ما هو الذي يدار في هذا الاجتماع لكن من المؤكد أنه كان اجتماعا أوليا من خلاله الالتفاق على الأقل على ما يتعلق بعادة نشر القوات وتحديد السلطات التي ستشارك في هذه العملية وكيف سيتم وتزمينها وأيضا مناقشة ربما لجدول أعمال هذه اللجنة ومهمها التي يفترض أن تنهي أعمالها في خلال 21 يوم من تاريخ إعلان وقف إطلاق النار وقد مضت مدة طويلة جدا تقريبا خمسة أيام من وقت إعلان وقف إطلاق النار ربما يحتاج الفريقان لنوع من ما يثبت حسن النواية لديهم بتمديد الوقت والتعامل مع الموضوع لأن أهميته في إنجازه وليس في عملية إنجاز أما تفق عليه خلال أيام أو حتى سعيد من صنعاء مراسل الحرة مختار الشرف شكرا جزينا لك في العراق نفذ طيران التحالف ضربات جوية ومدفعية على مواقع لمسلحي داعش في جبال مخمور شرق نينوى بالقرب من الحدود الإدارية مع أربيل مركز الإعلام الأمني وفي بيان له أكد أن عملية القصف هذا تمت بالتنصيق مع قيادة العمليات المشتركة ووفق معلومات استخباراتية دقيقة وأتابع البيان أن الضربات دكت أنفاقا وكهوفا تستخدم من قبل عناصر تنظيم داعش هناك ونبقى في العراق أيضا إذ فجرت القوات الأمنية ثماني عبوات ناسفة ونفقا تابعا لتنظيم داعش شمال غرب مدينة الموصل وذكرت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في بيان اليوم إن قوة من الشرطة نفذت عملية تفتيش شمال غرب الموصل وعثرت على ست عبوات ناسفة محلية الصنع تحتوي على مواد شديدة الانفجار وتابع البيان أن قوة أخرى عثرت على عبوتين ناسفتين ونفق تابع لداعش في قرية العطشانة وعلى مضافة قرب قرية العبوش نفذ عشرات الأردنيين وقفة احتجاجية أمام مجلس النواف في العاصمة عمان رفضا لقانون العفو العام بصيغته الحالية التي أرسلت الحكومة إلى النواب وندد المحتجون بالقانون ونصوصه وطلبوا نواب المجلس بتنفيذ الإدارة الملكية وتعديل القانون لإجراء عفو عام كامل عن السجناء نحن نقول للحكومة بالصوت الواحد أنت أصدرت هذا القانون والآن على مجلس النواب أن يعي وأن يقوم بدوره كنائب عن الناس كنائب عن الشعب أنه الآن يأخذ دوره بحقيقة وبمصداقية ويثبت أنه لابد يثبت أنه لابد من الوقوف والاستنصار للشعب لا تظلكم تراهنوا على سكوتها ولا تراهنوا أنه إحنا منحب البلد وفقط ورايحين نظلنا بهيك إحنا نظلنا واكفين وثابتين في الشارع حتى أنه نأخذ كافة حقوقنا اللي أمر فيها قائد البلاد وسيد البلاد جلالة الملك عبدالله شكرا سبب الاعتصام لن نرضى إلا بالكعكي كاملة عفو عام كما أمر فيه الملك يلهم سنة بما أطلو فينا في العفو بكسكسو فيه أصلا عملوا عفو همش عفو ما فيه عفو ما فيه عفو هذا عفو مقسقس ما فيه إشي اسم عفو اللي عملى الرزاز ما هذا عفو بدنا عفو في اللي أمر فيه جلالة سيدنا وينضم إلينا من عمان مراسل الحرة حيدر العبدالي إذن حيدر إلى أي مدى أتى مشروع قانون العفو العام مخيبا لأمال الشعب الأردني نعم ميرنا مساء الخير بداية هذا القانون أو قانون العفو العام هو مطلب شعبي لطالما سأستمعنا خلال الأسابيع الماضية في جميع الوقفات الاحتجاجية اليوم كما استمعنا إلى المقابلات تجولنا وتحدثنا مع المواطنين المحتجين على أبواب مجلس النواب وقالوا أن هذا القانون تم تجزئته من قبل الحكومة وطالبوا مجلس النواب بقيام بدوره والحياز إلى ناخبيه في الشعر الأردني وتلبية مطامحهم في توسعة قاعدة قانون العفو العام اليوم القانون أيضا أخذ صفة الاستأجال سيتم مناقشة القانون يوم الأحد المقبل تحت قبة البرلمان الأردني وعلى ما يبدو بحسب بعض النواب الذين تحدثنا معهم أنهم سيتوجهون لتوسعة قاعدة العفو العام تلبية لمطالب المواطنين الشعبية حيدر فالن نتوقع إجراء المزيد من التعديلات من المفترض أن يتوجه مجلس النواب إلى إجراء المزيد من التعديلات وتحديدا فيما يخص إسقاط الحق الشخصي في بعض القضايا كقضايا الجرائم القتل والسرقة وغيرها من الجرائم طبعا تم استثناء قضايا الإرهاب والانطمام إلى الجماعات المتشددة والقيام بعمليات إرهابية من قانون العفو العام وأيضا قضايا الاختلاس وسرقة أموال الدولة لكن نحن نتحدث هنا عن قوانين مجموعة كبيرة من المواطنين ما يقارب 18 ألف سجين في السجون الأردنية يخضعون بسبب أما تداعيات اقتصادية أو بسبب شكات بدون رصيد أو بسبب قتل اليوم القانون قام بتجزئة قام بفرض شرط سقاط الحق الشخصي للمشتكي على المشتكي وهذه هي النقطة الجدلية رسالة التكريف المواطنون قالوا والنواب أيضا اليوم قالوا أكدوا لنا أن الرسالة أو التكريف الملكي كان واضحا بالقيام بعفو عام شامل من أجل إتاحة المجال لهؤلاء اللي يعيش لتصحيح أخطائهم لتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية هنا أيضا وجود ما يقارب 18 ألف سجين في السجون الأردنية يكلف الدولة الأردنية الكثير كل سجين على سبيل المثال يكلف الدولة الأردنية ما يقارب عشرة ألاف دولار سنويا وهذا مبلغ كبير في الميزانية لذلك الدولة الأردنية توجهت في هذا القانون وهو مطلب شعبي وكما ذكرت لك قبل قليل أنه سيأخذ صفة الاستعجال وسيتم ناقشته تحت قبة البرلمان كما أكد لنا بعض النواب أنهم سيتوجهون لتوسعة هذه القاعدة من أجل امتصاص الغضب الشعبي نعم من عمان مراسل الحرة حيدر العبدالي شكرا جزيلا لك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اكتشف نفقا خامسا حفره حزب الله ليعبر إلى الأراضي الإسرائيلية من جنوب لبنان قبل أن يدمره بالمتفجرات وذكر الجيش في بيان أن النفق الجديد تم حفره انطلاقا من قرية عيت الشعب وقد أطلقت إسرائيل عملية واسعة النطاق للكشف عن الأنفاق وتدميرها في الرابع من ديسمبر الحالي على طول حدودها مع لبنان وقالت إن الحزب يخطط لاستخدامها في أي نزاع مستقبليا معها وفقت لجنة في وزارة الدفاع الإسرائيلية على خطط لبناء نحو 2200 مسكن في مستوطنات في الضفة الغربية وفق ما أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للإستيطان اليوم جاء ذلك في الوقت الذي يستعد البرلمان الإسرائيلي للتصويت على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وهو ما حدث بالفعل وهذه الإجراءات التي دعا إليها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو في التاسع من إبريل المقبل نقش البرلمان المغربي اليوم تعديلات على مشروع قانون الخدمة العسكرية وصوتت لجنة العدل والتشريع على بعض تلك التعديلات في انتظار استكمال البقية ليصبح جاهزا منتصف السنة المقبلة وكان مشروع قانون الخدمة العسكرية أثار جدلا ورفضا من طرف حقوقيين ومواطنين أعلنوا عن نيتهم التظاهر لرفض مضامينه تترأى صوبتين القاروري اجتماع لجنة العدل والتشريع لتمرير تعديلات تقدمت بها فرق برلمانية على قانون الخدمة العسكرية قبل المصادقة عليه من أبرز التعديلات المقترحة اشتراط الخدمة العسكرية لنيل الوظائف العمومية وجعلها اختيارية للنساء والمستوات التامة بين الملتحقين بالخدمة بمختلف انتماءاتهم ومستوياتهم التعليمية نحن في مشروع قانون المالية أو في قانون المالية الذي تم مصادقة عليه مؤخرا فيه مقتضيات مرتبطة بالتمويل قانون الخدمة العسكرية في إطار هذا السياق هذا من أهم التعديلات التي تم تقدمها هي المرتبطة بإتاحة الفرصة بالنسبة المجندين في إطار الخدمة العسكرية أنهم يجتازوا المباريات التي قد يتم الإعلان عنها لكي لا يتم حرمالهم من هذا الشأن ورغم أن المشروع يحضر بدعم الأغلبية والمعارضة في البرلمان إلا أن مصاره التشريعي اتسم بطبع الاستعجال والسرعة وفق متحفظين دعوا أيضا إلى الانفتاح على الشارع وإشراك المجتمع في المعلومة تجنبا للمخاوف التي طرحها مشروع القانون لدى الناس لكن نعتبر أن الأساس والذي يجب أن يكون له اهتمام مهم من طرف الحكومة هو المواكبة الإعلامية والتواصل يجب شرح المغزى من مشروع قانون الخدمة العسكرية والتواصل مع الشباب لأن هناك تخوفات هناك أسئلة والشباب المغربي ليست لديه الصورة الكاملة فيجب القيام بمجهود إعلامي مهم جدا في هذا المجال تزكية روح المواطنة وتنمية حس المسؤولية ومحاربة الانحراف ومظاهر الإجرام هي من أهم أهداف مشروع قانون الخدمة العسكرية لكن الشارع المغربي يرى أيضا أن إصلاح قطاع التعليم والصحة ومحاربة البطالة من شأنها أن تحقق نفس الأهداف سنة كاملة هي مدة الخدمة العسكرية حسب مشروع القانون ستمكن المجند من مهارات استعمال السلاح يتخوف مراقبون منها بعد تنامي الخطر الإرهابي لما يصطلح عليه أمنيا في المغرب بالدئاب الفردية المعتنقة لأفكار متطرفة في ضرف وجيز من طرحه في مجلس وزاري برئاسة الملك قطع مشروع قانون الخدمة العسكرية إذن مراحل تشريعية مهمة في البرلمان وسوف يكون جاهزا مع منتصف السنة المقبلة وفق تقديرات الحكومة فيما يستعد مرافدوه إلى التظاهر في الشارع مع بدايات السنة المقبلة فاطمة أبوغنبور الحرة الرباط أقرى البرلمان التركي موازنة أول حكومة تركية في النظام الرئاسي الجديد وسط تحدياتاً اقتصادية كبيرة بسبب تراجع قيمة الليرة وارتفاع مستويات التضخم وتقول المعارضة إن حجم العجز في الموازنة وصل هذا العام إلى نحو 15 مليار دولار في الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات عن الآليات التي ستتبعها السلطات التركية لسد العجز أكثر ما كان ملفتاً في الموازنة العامة التركية بعد إقرارها في البرلمان هو الميزانية المخصصة لرئاسة الشؤون الدينية كما باتت ميزانية هذه المؤسسة تعادل خمسة أضعاف موازنة جهاز الاستخبارات العامة في البلاد وفق ما ذكرت المعارضة التركية التي وجهت سهام نقدها لهذا الأمر وعتبرت فيه رغبة رسمية في تعزيز سطوة المحافظين والمتدينين على البلاد ميزانية 2019 واجهت تراجع قيمة الليرة عام 2016 وهو ما ضعفت تحديات أمام الجهات الرسمية في الموازنة الجديدة وبالطبع واجهت الموازنة انتقادات من المعارضة كالمعتاد على اعتبار أنها ترجح كفة بعض المؤسسات على حساب أخرى لكن الأهم هو جودة الخدمات التي ستقدم في الموازنة وليس حجمها العجز في الموازنة الحالية اقترب من نحو ثمانين مليار ليرة تركية أي قرابة خمسة عشر مليار دولار بحسب المعارضة التركية وتم فيها تخصيص نحو مائة واثنين وسبعين مليار دولار إلى الإدارات العامة كما تم تخصيص نحو ثلاثة عشر مليار وثلاثمائة مليون دولار للإدارات ذات الميزانية الخاصة ونحو مليار ومائة مليون دولار للمؤسسات التنظيمية والرقابية ولا شك أن العمليات العسكرية الجديدة التي تعتزم تركيا شنها في الشمال السوري قد رجحت مرة أخرى كفة ميزانية الجيش التوفير في الإنفاق العام كان أبرز ما ميز الموازنة الجديدة بسبب الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية فالخطة الحكومية هي توفير الإنفاق بنسبة 12% كما ساعة الموازنة الجديدة لدعم قطاعات التعليم والصحة والسياحة ودعم الاستثمار والمستثمرين البعض يرى أن بعض الإجراءات المتخدة لأغراض انتخابية ولكني لا أرها كذلك ويأتي إقرار الموازنة التركية في ظل أوضاع اقتصادية متشنجة في البلاد بسبب تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات العالمية وارتفاع مستويات التضخم وما نتج عنه من ارتفاع كبير للأسعار في البلاد أوضاع جعلت الجهات الرسمية التركية تطلق عدة خطط وإجراءات وحملات من أجل إعادة الأوضاع إلى طبيعتها وكانت أبرز تلك الإجراءات خفض الإنفاق الحكومي العام إلى الحد الأدنى لتتجه الأنظار الآن إلى طريقة سد العجز في الموازنة بموافقة 335 عضوا من أصل 600 عضوا في البرلمان التركي وبعد نحو 350 ساعة من المناقشات حولها أقرت في البرلمان التركي موازنة أول حكومة تركية في النظام الرئاسي الجديد وهي الحكومة التي يرأسها الرئيس التركي رجب طيب إردوان على مصبحات الحرة إسطنبول بعض الفاصل نبقى مع جرير وسيناقش تدخل إيران على خط الأزمة الأفغانية وإعلان محادثات تجريها مع طالبان أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن طهران أجرت محادثات مع حركة طالبان من دون تقديم أي تفاصيل بشأن مضمونها يثير الإعلان والذي جاء عقب مفاوضات سلام وصفت بالمثمرة استضافتها أبو ظبي بين الطالبان وأطراف دولية تتقدمها الولايات المتحدة تثير التكاهنات بإمكانية سعي إيران لعرقلة إحراز تقدم قد يفضي إلى أنهاء الحرب الأفغانية مقتضبا ظهر خبر المحادثات التي أجرتها السلطات الإيرانية مع حركة طالبان الأفغانية فالخبر المنسوب إلى وكالات أنباء إيرانية خلى من تاريخ انعقاد المحادثات أو جدول أعمالها ونقل عن الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن الحكومة الأفغانية تبلغت بمضمون هذه المحادثات التي أكد أنها ستستمر ويلبد غياب التفاصيل الأهداف الحقيقية لإيران من هذه المحادثات غير أن دخول خصمتيها الإقليميتين الإمارات والسعودية أخيرا على خط المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة مع طالبان ربما يفسر مبادرة إيران إلى الإعلان عن اللقاء فالاجتماع الذي عقد في أبوظبي هذا الشهر كان أوضح دليل على مدى التقدم الذي تحرزه المفاوضات المتعددة الأطراف مع الحركة سواء لجهة التمثيل الواسع للأطراف الدولية المعنية بالأزمة مع داروسيا وإيران أو لجهة حضور الأجنحة المختلفة لطالبان في دول عدة بينها قطر وباكستان فضلا عن طالبان الأفغانية واقع دفع بالسعودية إلى الإعراب عن تفاؤلها بإمكانية أن يحمل العام الجديد أولى بواكير السلام المنشودي في أفغانستان وليست قنوات الاتصال الإيرانية مع طالبان حديثة العهد فقبل نحو ستة أشهر أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر أفغانية متطابقة أن القوات الخاصة الإيرانية تدرب المئات من مقاتلي طالبان على الفنون الحربية والتكتيكية وأنهم يتلقون حتى دورات في فن القيادة وتعزز هذه الأنباء الهواجسة الأمريكية التي لطالما عبر عنها المسؤولون بشأن الدور الإيراني في زعزعة استقرار دول الجوار بما فيها أفغانستان ألا يجب أن نقلق بشأن الأدوار التي تلعبها روسيا وإيران والقاعدة في أفغانستان سيدي أتفق مع ما ذكرت بشأن ازدياد التدخلات الخارجية في أفغانستان ويصف خبراء الشأن الأفغاني في واشنطن الدور الذي تؤديه إيران هناك بالفوضى المنضبطة فهي والقول لهم تدعم طالبان بما يكفي لتعقيد الخطط الأمريكية في أفغانستان فقط ويذكرون بما بين الحركة وطهران من انعدام للثقة منذ حصار طالبان لمزار الشريف عام 98 والذي أسفر عن مقتل عشرة ديبلوماسيين إيرانيين من لندن عبر سكايب ينضم إلينا علي نوريزادة المحلل السياسي أهلا بك سيد علي معنا في الحرة الليلة ما هي الأوراق التي تضغط بها إيران على أفغانستان لتقوم بالفعل بتوجيه أفغانستان دعوة يعني إلى كبير الأمن القومي بزيارتها تاهياتي لك وإلى مشاهدي أولاً أن العلاقة بين إيران والطالبان ليست علاقات جديدة هذه علاقات موجودة منذ ما بعد سقوط هكومة الطالبان في أفغانستان فقبل سنة قائد الطالبان مولا منسور في طريق عودته إلى باكستان من إيران تعرضت للغسف الجوي الأمريكي ومات بقتل فهكذا يعني هناك الأشارات من رجال طالبان ممن تلقوا تدريبات في إيران وفي الآم الماضي إيران حدد مليون دولار لكل أمريكي يقتلوا الطالبان فهكذا علاقات وسيغة جداً إيران شاركت في تدريب مجموعة اعتبرت الشيئة مرتدين وقارج عن الدين وقتلت الأشارات من أبناء الشيئة من أبناء باميان وعيزاً اعتبرت اقتصاب بنات الشيئة أمراً آدياً فقتلت الدبلوماسيين الإيرانيين في مزار شريف كما جاء في تغييركم هكذا بالنسبة للنظام الإيراني لا موضوع الدعم الإسلامي أو لا موضوع بالنسبة لهم مساليهم فوق كل شيء والآن يعتبرون أن الطالبان شئناً أبينا سيشارك في الغوت في أفغانستان خاصة وهناك مبارسات بين الولايات المتحدة الأمريكية والطالبان وعيزاً بين المملكة العربية السعودية والطالبان والإمارات وغيرها من القوى المعصرة على الصحة العفغانية فهكذا أنا أعتقد بأن النظام الإيراني أيضاً كان يريد أن يقول بأنهم أيضاً مشاركين في العمر وزيارة شامخاني الذي ثبق عن أجرى مباهيسات مع أمين مجلس العمل القومي الأفغاني السابق السيد أتم الآن هذا الدور من المباهيسات هو فقط إيران يريد أن يقول للأفغان نحن إذن موجودين شركاء ونتائج اتصالاتكم مع الطالبان نحن إذن شريك في هذا النتائج واستثمارها مستقبلاً في أفغانستان طيب إذا سمحت لي يعني توضى أن تقول بأنه لربما يعني تقبل أفغانستان بذلك الآن تحت التهديد تقبل بلقاء شامخاني تحت التهديد هل هناك تنافس اليوم سيكون واضحاً ربما خلال الفترة المقبلة ما بين إيران والدور الخليجي في التأثير على طالبان اليوم أم أنه يعني ربما إيران هي قوة الشد العكسي لما يقوم به الخليج الآن بالتأثير على طالبان بالتأكيد لقد كانت إيران تعتمد على تهجيق وعلى الشيئة في أفغانستان ولكن الآن تبين للتهجيق والشيئة كما نشهد مثلاً كانت هناك علاقات وسيقة بين إيران وأقتاب الشيئة في أفغانستان من أستاذ خليلي إلى محقق وغيركم ولكن الآن لا نرى تلك الألاقة تستمر على ضوء اتصالات إيران مع الطالبان فلذلك لقد اختارت إيران الطالبان بدلاً من هلفاء الإقليميين الغدماً ولكن بالنسبة للسعودية والإمارات ودول المتلة على خليج الفارسي فهذه الدول تريد أولاً حصر الدور الإيراني والنفوذ الإيراني ومسائدة الهكم المركزي والمنتخب في كابول فلذلك نظرتهما إلى أفغانستان مختلفة تماماً وكما قلتو إيران تريد فرض أجندتها على الأفغان فكما قلتو كانوا حددوا قيمة للرعس كل أمريكي يقتل على عيد الطالبان واليوم هم ينظرون إلى أفغانستان يشاهدون مزيداً أو توسعاً للدور السعودي والدور الإماراتي بمساعداتهما إلى أفغانستان بإنشاء جوامع، بإنشاء مستشفيات بمساعدة بناء الطرق فهكذا تعتبر إيران أنها سوف تخسر أفغانستان وعليها الاعتماد على هلفاء جدد وهم الطالبان طبعاً وكيف تقيم الخروج الأمريكي أنت أستاذ علي اليوم هل الخروج الأمريكي هو الذي سبب كل ذلك مع التأكيد على أن هناك فقط 7000 جندي خرجوا أو في قيد الخروج من أفغانستان هناك 7000 متبقين ومثلهم من الناتو أيضاً أتمنى ألا يحتزالك أفغانستان لا زالت بحاجع إلى الولايات المتحدة الأمريكية كما أن سوريا بحاجع وأنا كنت أعارز بسبب تغديراتي وتغييمي خروج الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا كمان من أفغانستان الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تزهيات قدمت مئات المليارات من الدولارات من أجل زمان بقاء أفغانستان دولة مستقلة آمنة واليوم أفغانستان بحاجة إلى الدعم الأمريكي إلى التواجد الأمريكي لدفع شرط طالبان ودائش ودول الإغليمية المجاورة لأفغانستان مثل باكستان وإيران لديها تموهاتهما فلذلك لا بد أن تتراجع الإدارة الأمريكية قرارها بالانسحاب والخروج من أفغانستان أود أن أشكرك كنت معنا مباشرة عبر سكايب علي نوري زادة المحلل السياسي قبل أن ننتقل إلى الملاف الآخر أود أن نشير إلى الخبر العاجل الذي سيظهر أمامنا في أسفل الشاشة بعد ثوان قليلة كان هناك زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفقت زوجته ميلانيا أو ميلانيا ترامب كانت ترافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في العراق يوم ليلة الميلاد يعني قبل يومين تقريبا كان الرئيس الأمريكي تواجد على الأراضي العراقية في زيارة مفاجئة فقدية للقوات الأمريكية هناك الحرة ليلة مستمرة معكم وأيضا سنتابع فيها بعد فاصل قصير ملف آخر تأجيل محاكمة مرسي في قضية اقتحام الحدود الشرقية حتى يناير المقبل بعد الاستماع إلى شهادة مبارك أفادت أو أعلنت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان فيما يعرف بقضية اقتحام الحدود الشرقية إلى الرابع والعشرين من شهر يناير المقبل لاستكمال الاستماع إلى الشهود شهدت جلسة يوم الأربعة ظهور رئيسين مصريين سابقين أمام المحكمة ذاتها إذ أدل مبارك بشهادته في إعادة محاكمة محمد مرسي في القضية التي تعود أحداثها إلى ثورة يناير 2011 بينهما خطوات معدودة رئيسين مصريين جمعتهم ساحة قضاء هاده في قضية اقتحام الحدود الشرقية خلال ثورة يناير مشهد غير مسبوق لدلي فيه مبارك بشهادته ضد مرسي ومتهمين آخرين من جماعة الإخوان المسلمين أثار تساؤلات لدى مراقبين اللي شفته في محاكمة النهاردة كمواطن وكمحامي وكحقوقي وكحد شارك في ثورة يناير بالنسبة لي يعني غريب وعليه عديد من العلامات اللي استفهم أنه أولا أنه يسأل شخص على شهادته أمام القضاء فيقول لازم أستأذن فيها أمام القضاء لا تستأذن لو عندك شهادة تقولها ثانيا مبارك محكم عليه حكم بات نهائي فإحنا لما نقول رئيس فاسد فهو إحنا بنقرر ما قرر القضاء هل يؤخذ بشهادة فاسد؟ ثالثا هو مش طرف محايد في هذه يعني ما بيشهدش على وقعه وبرها اتهمات مباشرة وجهها الرئيس المصري الأسبق لتنظيمي حماس وحزب الله بالتعاون مع جهات أخرى باختراق الحدود ومهاجمة قوات الشرطة والسجون والمتظاهرين في ميدان التحرير بالاتفاق مع جماعة الإخوان أبلغا للو عمر سبام بهذه في يوم 29 قال لي أن في قوات اخترقت الحدود ومسلحة وعددهم كبير حوالي 800 واحد أنهم دخلوا ورفح ضربوا في رجال الشرطة وفي الشيخ زوايد ثم في العريش على استحياء تحدث مبارك عن قدم انتشار الأنفاق الحدودية بين قطاع جزة والأراضي المصرية وامتنع عن سرد كثير من المعلومات الأخرى إلا بعد حصوله على إذن من رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة مضر لخطورتها على الأمن القومي حسب قوله الجميع لاحظوا أن نهاردة كانت عن تحفظات كبيرة جدا الرئيس الأسبق دامت لفترة حكمه فترة طويلة جدا فكانت معلومات كثيرة بتأتي ليه بصفة رئيس الجمهورية وبصفة القاعدة الأعلى للقوات المسلحة وأنه دائما المعلومات اللي بتأتي ليه ديت معلومات في غاية الخطورة لأنها تتسم بعلاقات مصرية بينها وبين الدول الأجنبية الأخرى وفي تناقض مع تصريحات سابقة لمسؤولين عن أجهزة الأمن المصرية إبنى الثورة نفى مبارك علمه بما جاء في تقارير أمنية عن وجود مخططات لقلب نظام الحكم مشيرا إلى أن ما وصله عن التظاهرات من معلومات تؤكد أنها سلمية وتحمل مطالب شعبية أخرج مبارك بعضا مما يعلم عن أحداث سبقت وواكبت ثورة الخامس والعشرين من يناير لكن تفاصيل القصة الكاملة تبقى مرهونة بحصوله على إذن الحديث عن معلومات أكد أنها تمس أمن البلاد محمد محيدين الحرة القاهرة رحب ديوفي من لندن ينضم إلينا أحمد أبو دوح مستشار تحرير في صحيفة الاندبندنت البريطانية ومن القاهرة الشرف العشري مدير تحرير الأهرام أهلا بكم أستاذ أشرف تفضلوا بالبقاء مع عدائفين الكريمين هذه صورة لربما لود أن نقولها لكم كانت مصادر أمريكية رسمية نشرت هذه الصور وهي لرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال زيارته ليلة عيد الميلاد للقوات الأمريكية المتواجدة في العراق أكرر مرة جديدة كان هناك زيارة مفاجئة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهذه هي الصور على هذه الزيارة هذه الزيارة كانت مفاجئة وهذا طبعا هو الاجتماع الذي عقده مع القادة الأمنيين هناك على الأراضي العراقية لم يتم الإعلام مسبقا عن هذه الزيارة ولكن أيضا لطالما كان رئيس الأمريكي ولربما في هذه الفترة من الأيام يعني أيام الأعياد ونهاية العام يقوم عادة الرئيس الأمريكي بزيارات عادة يختار منطقة معينة ويقوم بزيارة القوات الأمريكية المتواجدة فيها ولربما هذه هي سمة أيضا لكل الرؤساء الأمريكيين هذه الزيارة لم يتم الإعلام عنها لماذا تم اختيار العراق لربما تحديدا لهذه الزيارة هل سيكون هذا موضوع بحث لاحقا ربما هذا أحد الأسئلة ولكن مرة جديدة هذه هي الصور التي ننفرد بعرضها حتى هذه اللحظة لربما لكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإضافة إلى زوجته السيدة الأولى ميلانيا ترامب في زيارة وفي اجتماعها وهو أيضا في هذه الصورة يخاطب الجنود الأمريكيين القوات الأمريكية التي تتواجد في الأراضي العراقية هناك بوجود زوجته أيضا ميلانيا ترامب التوقيت لربما أيضا هو سؤال مهم لأننا ننسى أن المنطقة هي منطقة على صفيح ساخن هناك ولربما وصول الرئيس الأمريكي إلى الأراضي العراقية وتحديدا القواعد الأمريكية هناك هذا يبعث أيضا برسالة كبيرة بأن الاستتباب في الأمن في ترك المنطقة حتى يصل إليها الرئيس الأمريكي هي منطقة آمنة بكل تأكيد تحافظ على أمنها الولايات المتحدة الأمريكية بقواتها وبكل تأكيد لا يخلو أو لم يخلو بحسب المصادر حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دفاعه على قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا هذا القرار الذي أيضا هو قال في وقت سابق بأنه واجه الكثير من الهجمات أو شن الإعلام لربما هجمة كبيرة على ذلك ولكنه دافع عن هذا القرار ونذكر بأن آخر المعلومات المرتبطة بهذا الانسحاب حسب ما جاء على طبعا لسان المسؤولين وأيضا ما جاء على لسان رئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال اتصاله بأردوغان بأن هذا الانسحاب سيكون انسحاب بطيء وسيكون انسحاب منصق ولن يكون بهذه السرعة التي تم الحديث عنها إذن لربما هذا سيكون له ردود فعل وسنتحدث عنه هل سيأخذ مدى أكبر للحديث عنه أم أنها عبارة عن زيارة عادية يقدر من خلالها الرئيس الأمريكي جهود القوات الأمريكية المتواجدة في العراق أعود إلى موضوعنا مرة جديدة نتحدث عن محاكمة القرن نتحدث اليوم عما جرى في المحاكم المصرية ظهور للرئيس السابق حسني مبارك لإدلاء بشهادته في عدة قضايا يواجهها مرسي وآخرون معه مرة جديدة أرحب بكم ضيفي الكريمين من لندن ينضم إلينا أحمد أبو دوحو من القاهرة أشرف العشري مع حفظ الألقاب أرحب بك أستاذ أشرف وأبدأ معك كيف قرأت مشهد اليوم كل تأكيد السورة شاهدناها اليوم ربما يكون مشهد فريد واستثنائي ينظر أن يحدث في مصر وربما يكون الأول من نوعه في تاريخ الدولة المصرية أن يكون هناك رئيس مدان ورئيس يدل بشاراته لأنه كان هناك في مصر نظاما أنه لا يمكن بأي حد من العوال أن ينتقد الحكم إلى الرئاس الجديد إلا بعد أن يتوفى الرئيس السابق لكن يبدو المشهد في مصر ليس غريب الأطوار في ضوء مشاراته مصر بعد صورة 25 يناير دعنا أقول أن ما حدث اليوم ربما يفتح كثير من فصول أو فصول ستتوالى فصولا في الأيام القادمة مشاهد كثيرا فيما يتعلق معزين المحاكمة لأن الرئيس المبارك يبدو أن أراد أن يكتب منوكة نظره شهادة للتاريخ فيما يتعلق بكثير من الأحداث الخاصة بوقائع 25 يناير وكشف المسكوت عنه وكشف نقاب عن كثير من الأسرار والمعطيات التي لم تكن وردة باعتباره أنه ما زال الصندوق الأسود باعتباره أعلى رأس للدولة في ذلك الوقت وبالتالي هو أراد أن يستثمر هذه الفرصة ليطلع عن المصرين من خلال المحكمة ليكتب كثير أو ينشر كثير أو يفصح كثيرا عن الكثير من الوقائع والمشاهد التي لم تكن متداولة من قبل بداية لأنه رغم ظروف ومحاكمات عديدة لكنه سعى اليوم لطلع مجموعة من الأفكار أو على الأقل تستورات الخاصة به ليبرق ما حرس في عهد في 25 يناير ويقول أن هناك مؤامرة كبرى من كبس أطراف رئيسية حماس وحزب الله وإيران تحديدا للانقضاء على النظام في مصر وأن ما حدث هو أنه مؤامرة قضحيقة وقد اكتمنت أركان هذه المؤامرة وما حدث هو كنتيجة ربما مفاجأة وبشكل مباغة الجانب المصري وأن هناك أكثر من 200 شخص ربما يكون هذا الرقم الأكبر الذي نسمعه في مصر عما من عبر الأنفاق يوم 29 و29 يناير كل تأكيد هناك كثير من الحقائق وربما لو حصل مبارك على إذن من رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي حاليا أو حتى هيئة قوات المسلحة لنشر كثير من التفاصيل بعد أنه سمعت راح أمور تتعلق بالأمن القوم المصري ربما نشهد أو نسمع أو نشاهد كثير من التفاصيل والمشاريع الدرماتيكية عن تطورات وسائر الأحداث في 25 يناير ما قبلها وبعد 25 يناير لأنه يبدو أن لدى الرجل في جعبته الكثير من الأسرار الذي احتفظ بها على مدار سمانية أعوام وبعتبره أنه ما زال السندوق الأسرط كما أقول لأن عمر سليمان قد توفاه الله واختفى من المشهر لأنه كان رجل استخبارات المصر القوي الذي لديه كثير من خيوط اللعبة الأمنية والسياسية فيما يتعلق به تطورات الأوضاع في مصر مبارك الآن عادة ليلقي بكثير من الحجر في بحيرة الراكضة حول مشاهد وأحداث 25 يناير وربما في قدم الأيام ستتولى المفاجآت وسنشهد كثير من بعض التفاصيل وربما يكون لك إدانات أو كشف الحقائق بالأقام أو حتى على الأقالب السينيريوهات حتى يتعرف المصريين على وقاع 25 يناير أسمع منك أستاذ أحمد أبو دوح كيف تقرأ مشهد المحاكمة اليوم أعتقد أنه تعبير عن المصاري الذي صارت فيه الدولة المصرية الحديثة منذ ثورة 52 إلى الآن أعتقد أنه كان تمثيلا معنويا أمام الناس هو تعبير حسني مبارك كان يعبر عن مؤسسات الدولة العتيدة في مصر ومحمد مرسي يعبر عن جماعة الإخوان المسلمين والصراع الأزلي بين الجانبين الذي انتهى وفقا لما رأينا اليوم في قاعة محاكمة واحدة بهذا الرجل يرتدي بذلة ورباط عنق وهذا الرجل مرمي في السجن كما يستحق وبالتالي أتصور أن اليوم شهدنا إعلانا هاما على فوز الدولة العتيدة المصرية الجهاز الإداري دعنا نطع في الاعتبار أن حسن مبارك ليس سياسيا هو تعبير عن الموظفين دولة الموظفين في الدولة المصرية وبالتالي انتصلت هذه الدولة هذا أولا ثانيا التوقيت أعتقد أنه مهم للغاية لأن الحكومة المصرية اليوم تشهد احتجاجات في المنطقة بدأت في الأردن على قانون الضريبة على الدخل ثم فرنسا السطرات الصفراء التي انتقلت إلى السودان اليوم وهي احتجاجات تهدد نظام عمر البشير بالتزامن مع احتجاجات أخرى على الأوضاع الاقتصادية تشهدها تونس وبالتالي الدولة المصرية اليوم تعرف أن المنطقة تمر ببركان مكتوم وأن قدوم 25 يناير المقبل وسط كل هذه الاحتجاجات التي تحيد بالدولة المصرية قد يشكل خطرا بالنظر إلى أن الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم بإصلاحات اقتصادية حاسمة الدولة المصرية تبدو في حاجة إليها حاجة ماسة إليها لكنها أثرت على الأوضاع الاقتصادية على الناس العادين بشكل سلبي وهذا كان مفهوما لكن في نهاية المطاف شهدنا تحسنا كبيرا في الاقتصاد في ميزان المدفوعات في الاحتياط النقدي في الاستثمار المباشر يعني هنا كثيرا من يعرض من يعرض حقيقة هذه الأرقام طيب ولكن لا نود أن نبتعد كثيرا عن الموضوع أستاذ أحمد أستاذ أشرف إذا سمحت لي ما هو أو ما هي الحقيقة قلت بأننا نتعامل مع حقائق اليوم والرجل لديه ربما مبارك اليوم الرئيس السابق لديه الكثير مما يكشف عنه في جعبته ما الذي لفت نظرك التصريح الأهم أهم معلومة قالها حسني مبارك ستنعكس أو يكون لها رد فعل أو صدى سلبي وليس بإيجابي أعتقد المعلومة المهمة أن الرجل كشف عنها ما كان حرس في 25 كان يرتم الترتيب له وأن الوقت اجتماعات عقرت في بيروت وفي تركيا بين حزب الله وأيضا بين الحماس وأيضا شخصيات مصرية من جماعة الإخوان محسوبة على تنظيم الدولة جماعة الإخوان بالتالي سيكون لديه ربض فاعل سلبي فيما يتعلق بأن نظام مبارك لم يكن لديه الحيطة والحزر وليكن لديه دائرة استخباراتية قوية تستطيع أن تجمع هذه المعلومات وأن تشكل حائط صد لمنعها مثل هذه الخروقات والتجاوزات وأن ما حرس من هروب أو دخول 800 شخص أعتقدنا هذا الرقم كبير للغاية في يوم واحد في عشية 28-29 وجدنا في سجن النترون وفي ميدانة التحايل وبعض الميدانة المصرية شخص خاص من كبال حماس من كبال حزب الله من كبال حرس السور الإيراني كما قال المبارك اليوم يكون هنا بعمليات قتل وتنكيل وصعود العمارات والمباني لإلقاء كثير من القصائف على المصريين في ميدانة التحايل وغيرها من بعض الشوارع والساحات المصرية وبالتالي النظام يتحب الجزء كبير وأن هذا الكشف ربما يكشف عورات والخلل الذي كانت فيه الدوائر الخاصة بجميع المعلومات وربما يكون هناك استهانة أو على الأقل لحالة من الخلل في إمكانية توفير معطيات إيجابية أو على الأقل سيناريوهات التعاطي مع حرس 25 يناير وبالتالي كثير من الأسرار والمعلومات لكن الحرس أنه عالم إجتماعات توقت في بيروتو في تركيا قبل الأحداث وأنهم يستعدوا سيناريو الأسوأ في مصر وبالتالي كان عليهم أن يعيد النظر في الحسابات السياسية والأمنية وحتى فيما يتعلق باتخاذ الحيطة والحذر هل هذا ما لفتك أيضا أستاذ أحمد؟ لا أن ما لفت مني لحقيقة الأمر هو أن هذه كانت فرصة لحسن مبارك لكي يبرئ نفسه ويبرئ نظامه وأن يطفي على الثورة التي حدثت في 25 يناير طابعا مؤامراتيا غير واقعي وهذا مفهوم بالطبع لأن هذه الثورة انتهت بخلعه من الحكم ثانيا ما لفتني أيضا أنه لم يقل جديدا كلنا نعرف أنها قامت عناصر من حماس باختراق الحدود المصرية وقامت بتحرير قيادات جماعة الإخوان المسلمين خصوصا في سجن وادي النطرون وهو ما أدى إلى مشاركة الجماعة بعد ذلك في الثورة طالما أنت تعرف هذا يبرئ الرجل والرجل قاله هو أنه لا يريد أن يصدق إلى الآن هو لم يضفي أنت تقول نحن نعرف لم يأتي بشيء جديد هو لم يضفي وهذا ما كنت أحاول أن أقوله لم يقل شيئا جديدا لأننا نعرف ذلك لكن المسألة هنا أن مبارك حاول أن يستخدم هذه الوقائع في طرح فكرة أن هؤلاء هم من قاموا بالثورة في حقيقة الأمر ولولا هؤلاء لما كانت قامت ثورة وهي مغالطة كبيرة يقوم بها الرئيس حسني مبارك وللأسف منحت له الفرصة ثالثا ما لفتني أيضا أننا لا نعرف بالضبط الأسرار التي امتنع حسني مبارك أن يدلي بها بمعنى أنه لا يوجد شفافية في الدولة المصرية إلى الآن نحن نتحدث عن أحداث مصرية حدثت في عام 2011 وإلى الآن حتى رئيس المحكمة الذي يشرف على المحاكمة لا يعرف إلى الآن التفاصيل ولكنه قال بأنه ربما يودئذن من الرئاسة ويصف نفسه أنه مازال عسكرية طبعا لا أحد يستطيع نحن لسنا متخصصين في الأسرار العسكرية في النهاية لا أحد يستطيع أن يزايد على هؤلاء الذين حكموا البلد وهم يعرفون الأسرار العسكرية نحن لا نطالب بالكشف عن أسرار العسكرية لكن في نهاية المطاف يا أخي تستطيع أن تجري محاكمة سرية كما يحدث هنا في الولايات المتحدة في كل العالم وتستطيع لجنة أن توثق هذه الأحداث للناس للتاريخ من حقنا نحن كمصريين أن نعرف ماذا حدث بالضبط وأن نعرف هل تستخدم هذه الوقائع لتحقيق أهداف سياسية ولغسل سمعة ناس فاسدين كما قال القضاء المصري نفسه أم لا هذا من حق كل المصريين أن يعرفوه لكن إلى نهاية المطاف لا يوجد شفافية الحكومة الحالية لا تسير في هذا الاتجاه ونحن نطالب بأن تحدث هذه الشفافية لأن من حقنا فعلا كما قلت أن نعرف تمام أستاذ أشرف لربما الوقت لا يشعفنا كثيرا في أن ندخل في التفاصيل في دقيقة ونصف إذا سمحت لي ونسأل دائما أسئلة عامة لربما حتى يتوسع الموضوع أكثر لاحقا ونستطيع أن نفرد له وقتا أكبر هل كانت هذه فرصة لمبارك لأن يبرئ نظامه ولأن ربما يقصف انصح التعبير المنقلبين عليه بقول لتأكيد أنا قلت أن مبارك أراد أن يكتب شهادة للتاريخ من وجهة نظره هو أن يبرئ نفسه ونظامه وأن يسعى لتوفير على الأقل العوامل خارجية بأنها كانت لعبة دورا كبيرا في إقالاته أو في خلق أجواء غير طبيعية في مصر في 25 يناير برغم من أن هذه الأجواء كانت عوامل مساعدة لكن هناك من 2005 هناك شحن وتوتر وغضب وغلايين في الشرع لمصر نتيجة السياسات الخاطئة ونتيجة زواج المال بالسلطة ونتيجة أيضا قرارات وطرق كسين من مقاليد البلاد على الأقل لمواقف غير إيجابية من كبير المبارك ونظامه وحتى معاونيه وطرقوا البلاد وطرقوا كسين من بعض الأخطاء الجاسية التي ارتكبت وأدت إلى ما وصلنا إليه في 25 يناير بكل تأكيد مبارك أراد أن يطلع المصريين حتى في مشارف نهاية عمري بعد أن اقترب من التسعين عاما ليقول أننا كنت بريئا وأنني حفظت على الوطن وأنني سلامت البلد لقوات المسلحة لكنه في مقابل يتحمل جزء أصير وجواري من الأزمة المشكلة وما نعانيه في مصر حالين هو نتيجة التكابات أخطاء من كبير النظام مبارك حتى الآن شكرا لك من القاهرة إشرف العشري مدير تحرير الأهرام وشكرا جزيلا لك أيضا من لندن أحمد أبو دوح مستشار تحرير في صحيفة الانديبندنت جولة جديدة في فضاء السوشال ميديا مع أميرة شكرا جارير إذن من مواقع الحرة وتحديدا من زاوية أخرى اخترنا لكم مقالا للكاتب باكر فيصل حمل عنوان جنرال السودان في متاهته الأخيرة نقطة طف منه المعني هنا هو الرئيس عمر حسن البشير الذي تولى الحكم عبر الانقلاب على الحكومة الديمقراطية ممثلا للجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين بزعامة الدكتور حسن الترابي حيث ظل يمسك بزمام السلطة منذ ثلاثين عاما وهي أطول مدة يشغلها حاكم وطني منذ خروج المستعمر البريطاني عن البلد عام 1956 وموقع أصوات مغاربية نشر فيديو يتحدث عن شاب جزائري يدعى عمر حول الهجرة إلى أوروبا بشكل غير شرعي أكثر من مرة لكنه فشل ويوصف من يحاول الهجرة بهذه الطريقة بالحراق وفي المرة الأخيرة أوقفته الشرطة عندما حاول الوصول إلى إسبانيا لكنه تعهد بأن يعيد الكرة حتى ينجح في ذلك نتابع الفيديو أوقفته الشرطة عندما يتحدث عن شاب جزائري ومن المرة ينجح في مليون ببالي عشان دي خلطة رسولة بروسي مليون هي أسكن قدمه لسهل الجمعين على حرقه وزهل الجمعين على بروسي بازع ما قديش نوكة في ذلك البلد يدع لها ربع مليون خمس مليون عاودينا حركة سي زحري بلاك نوصل أو نوبة هناك لدينا من أنشقيه في هذا البلاد فهنا لا يوجد هنا الوصف تقوم بعمل من السوق ملتجني شعور ؟ كل استطالح إلينا من الوصف من الواحدة نحن نفس الوصف كنا نحترف على أن نبحث عن هذا البلاد نحركه إنه سعفنا لنحركه نحركه يجب أن نبحث عن هذا البلاد وننتقل إلى موقع الساحة الذي نشر فيديو بعنوان القوة الحقيقية يحكي قصة شاب أمريكي من أصل مصري يدعى أمير خلة يعمل مدربا في كلية الشرطة في ولاية ماتشيغان وأسس مدرسة لتعليم الدفاع عن النفس مدربا في كلية الشرطة في أمريكا One of our fighters, trainers and close friends, Eric Zapata was a police officer He was a member of lightning kicks and very sadly he was murdered in line of duty that incident left a big void in the school and created a profound sense of sadness each person in the school dealt with it in a different way I chose to become a police officer to honor Eric or is it going to grow old now and to speak, So, I tried to fill his shoes. To always honor Eric and have his memory alive, where we would provide martial arts training for at risk youth in the area ... ... youth that did not have a father figure, youth that were at risk of joining their gang or getting involved in drugs. جميعهم قدروا إليه بأثناء جميعهم يجب أن تكون لديهم إلا تحاولي ويجب أن يقفل Sacه لتحملهم إلى حياة حياة يتمون بحياة الناس سوف يتعبون من المشكلة ويجب أن تتعبون بكثير مرحلة ليس للمساعدة في كل محن هناك ممنون أو المساعدة هناك الكثير من المعروض لكي تحرم فقط ما يمكنك تفعله هو أن تفعله بالطبع الذي يمكنك أن تكون أفضل منك لأنك هكذا لديك أشياء منك الموجودات التي لا تقالبها رفرقين، شراء، ويديك المستقبلات أن يكون قيادة مقابلين أو لتكون قيادة في الحياة يجب أن تبقى على كبير محاولاتك وعاواتكاتكات منك الموجودة ومعاواتكات التي تقدمها ومعاواتكات التي تحتاجها وإلى موقع ارفع صوتك احتل فيديو حول مقهى يحمل اسم الفنانة اللبنانية فيروز في مدينة البصرة العراقية احتل الفيديو مساحة مميزة في صفحة الموقع الرئيسية دورنا احنا كشباب او ممكن البنات مني شوفون هيش اماكن صراحة رح يصير قباي كلش قوي خاصة انه هيش كوفيات بسبب الاجوام مناسبة ممكن شخص يقرأ كتاب ما اعتقد اكوبنية رح تتخلل اي كوفي اذا يعني لان نعرف احنا قلت لك سائل موضوعك للذيكون او للشباب بس اذا انتشرت الشقة في الشابات مثل اللي موجودة في فيروز فاتر رح تكسر الحاجز زل خوفون هاد الشي رح ينكسر هذا الكوفي رح يعني يطحرية اكثر للبنت ليش يطحرية اكثر لان هذا الكوفي لا بي انه من لهو مثل ارقيلة او دومنة او لما شابه ذلك ممكن البنت تلتقي هنا تسولف ويا صديقتها ويا صديقها ويا استاذها بكامل الحرية ليشتين ما رح تتقيد بنوع معين من الاساريب المجتمعي الموجودة مكان كلش حلو وراعي وبي يعني عادي نقدر نجي على راحتنا انا زوجي نتنفعش حلو لشباب اذا بهذا نكون قد وصلنا الى ختام مشوار الحر الليلة تناولنا العديد من الملفات سنلقاكم قدر بالتأكيد وانا اود ان اذكر مرة جديدة بالخبر العاجل الذي فردناه قبل قليل اوردناه لكم على شاشة الحرة بمكانكم متابعته على موقع الحرة ايضا ومنصات الحرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتواجد في العراق على الاراضي العراقية وهو يقوم بزيارة تفقدية للقوات العراقية المتواجدة هناك يرافقه في هذه الجولة ايضا زوجته ميلانيا ترامب وربما هذه زيارة الاولى التي يقوم بها رئيس الامريكي لتلك المنطقة تحديدا حتى تواجد القوات الامريكية والاضافة ايضا لم يكن بزيارة القوات الامريكية التي متواجدة ايضا هي في افغانستان وقيد الانسحاب ووجد فيه فرصة ايضا للدفاع عن قرار الانسحاب القوات الامريكية من سوريا هذه زيارة سيكون لها مبعدها بكل تأكيد نهاية الحرة الليلة الى اللقاء